ما شاء الله ماشي برضو بشكل كويس ناكة بدر عايزة تتكلمني أكتر ما شاء الله دلوقتي انت من اللاعبة الأساسية مركزك راس حاربة كمان بتسجل أهداف ما شاء الله صعبة واحد من هدفين الفرقة دلوقتي أو هدفين الدوري كمان آه يعني أنا السنة دي أول سنة طبعاً لها مع الفرقة أخدنا دوري وأخدت هدف وإن شاء الله يعني هدفنا من احنا ناخد الكاس اللي جاي تعال لهو كنتالونيا ومكتش يعني بالنسبة لي مكتش صعبة خالص مكتش سهلة خالص إن أنا أعمل كل ده إن أنت تتأكلم مع فرقة ولا بتتكلم مع حد معهم ولا عارفت فلا فاهم حاجة وإن أنت لغة الكورة حاجة تانية خالص هنا غير التعامل اليوم إنتك تعرف آه بالزبط إن أنت كل يوم تروح تمرين نتتكلمش مع أي حد يدوبك بتحاول كده أتلقى أتلقى كام كلمة مع أي حد إن أنت تتلقى فاهمه أحبت بتشعاري فرنساوي على إنجليزي كده بس دلوقتي خلاص كل الحاجات أو الأمور الصعبة اللي وجيتك في الأول دلوقتي خلاص تأقلمت على من ناحية التدريبات أو المعيشة أو اللغة خلاص يا بد؟ آه آه طبعا آه يعني أنا مثلا بقدي هنا من شهر تسعة يعني داخل في السبع ثمان شهور دلوقتي ما شاء الله آه آه يعني آه آه تأقلمت على كل حاجة وبروح الفرقة بتكلم مع الناس عادي وهم حتى بيلحظوا يعني مع أهالي اللعيبة اللي في الفرقة في الأول خلص أنا فاكرا ممكنش بتكلم مع أي حد خلص دلوقتي يعني بدي وأخد في الكلام مع أي حد آه على طول اللي رايح ويتكلم والحمد لله يعني الحمد لله بقى لها شعبية جبيرة جدا في الفريق كويس ما شاء الله الناس كلها بقيت عرفاني وكل حاجة فالحمد لله وإحنا دلوقتي تمعانا على الهواء بنعرض لك متيريال ما شاء الله حلو قوي أهداف آه طبعا آه دي يعني دل دي ضربت الجزاء بتاع البرشلونة آه ده احنا كان عندنا المتش ده آه المتش ده كان جماهير بتاعنا مكسرين الدنيا يعني احنا عندنا المتش الجاي عندنا ضد النص النهائي ضد إسطانيور من منعوا الجماهير عندنا في الملعب منعوا الجماهير بسبب اللي حصل في المتش برشلونة آه